السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله خديجة الام ديالك وش ممكن توصفينينا المشاعر ديالها يا لسا نهضر لك دابا دكتور لانا وكراك عارف لمجدامة دابا ما كيرحمش الولد دا كنشوفها وانا كتعدب الزاف يا حسن عمالها اه من جيتنا كتعدب الزاف اشغل نقول لك الدرجة تهضر معاجوش كلمات كتبقتها تبكي الله الله مسكينة لايلا هيدا الله لكن مدن قلوه واشغل نقول لك دكتور قد تهضر بزاف لايلا هيدا الله من يا راسي ولا ما اخوتيتي انا تنقول لها الحمد لله خدم على راسي وخدم على اخوتيتي وعيش باخير ولكن المجتمع ما كيرحمشا دكتور ايا للا هيدا للاسف واشغل نقول لك دكتور والولاد ديال دابا ما بقاوش كيف ما تنقولو البرح دال معي واحد يشوفني من العائلة واشغل نقول لك انا عندي 8 وشي نعم نعم هو كبر مني قال لك من بعد ونردع لك من بعد قال لي اه حقا تبير عليا ايلا هيلالله 8 وشي نعم في ربيع العمر هو 8 وشي نعم ودرجة دكتور هو مجو جو جو طلق وطيبا كبر مني ماشي زل ما شاد الباقات غير هاداك اختيو والي عكوسات ابنتي هذه العكوسات هو ان انسك يقلب على ادنى ادنى مشكل باشي يقدري ما يكملش للاسف واخا بنتي خديجة يا ربي الله يحفظك الله يصلح شبابك بنتي عمين يا دكتور شكرا 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 جزيب بنتي شكرا حفظك الله ورعك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هو بنتي خديجة الزواج سنة الله في الارض الاصل ان الله تعالى من اللي اخلق الوجود من ذكر وانتع جعل لكل شخص له نصيبه يقول كل فوله لهكيالها لا بد ان الانسان عنده من يعيش معه حياة طيبة المشكل اللي يوقع اين يكمن عادة من اللي يوقع حتى مش ظاهرة طبيعية ملكونه ثمانية لبنات في اسرة خواتات شقيقات واحتمت زوجات غنقول هناك علامة استفهام كبيرة لا يمكن حتى القديد الزواج رمجت لا بالجمل ولا بالمال ولا بالمستوى المعيشي ولا بالشواهد العلمية ولا بأي شيء يقول لك ما هي الا ضربة من ضربة سعود هذا كاربيع عز وجل لكي يقص من الجامعة لكن ملكونه ثمانية ممزوجينش هذه علامة استفهام كبيرة وكبيرة جدا القضية ليست عادية كلقوا ابنت عائلات اللي اعطاهم الله تعالى جميع المواصفات وكامل الأوصافي ولكن ما عنده ظهر ابنات بارك الله اجمعوا بالجمال والأداب والأخلاق والعلم والوظيفة بالطموبيتة بالأبارتومون ديالها مهندسات طبيبة استادة بنكية ولكن ما عنده ظهر اشنا ما الاسباب الاسباب كثيرة وما كثيرة جدا من بين الاسباب التي وقفت عليها وشهدتها عند بعض العائلات تكون شو واحد من افراد العائلة معمر عقله وقلبه بالشعوادة وسط العائلة داك الجماعة هو كيفسد لهم الويد واحد منهم ما زال عقلو كي امن بهدا يقدر تمشي عن صديقات ديات تقول يا شوفي اشتنتو مرا وقع لي كون واحد العكس كبير وكن عارف واحد الفقه شواف ولا واحد شوافة يالله نمشي ونديرو للدون واجه نديرو كدا ونديرو كدا وتفوس خي وملي كتمشي فعلا كتلقى ناس كيقامدوا بالشعوادة وعندهم واحد تقنية غريبة كيقول لك عندك سحر وكيداولك سحر بسحر وكيجيب واحد مجموعة دي التقوس واحد مجموعة دي الاستحضار الارواح الخبيثة من الجن وكيزيد يعكس العائلة كلها لان اي طريق دي الشعوادة عمر ما فيها الخير هد يبدو لك فيها واحد نوع من الخير في اللول ظاهريا كتبلك شعالمة من علامة الفرج ظاهريا في اللول ولكن بعدها كتغرق في مستنقع آسم هذا المشكل الاول اللي مطروح عند الكثير من العائلات فتشوه قلبه في العائلة غد تلقوا بانه واحد الفرد من افرادها قد يكونوا ذكر وغالبا يكونوا انتر ما زال معاشيشني في حقله انه غد يشعل تشمع وانه غيدر الدول وانه غيدر كده وغيدر كده فمن اللي يحضر هاد الامور دي الشعوادة يوقع الاغلاق الباب على الجميع اول ما غامدوا به هو ذاك الفرد احنا غنعرفوه اكيد ما اتكون علي العالمات غنقول يا فلن را هذا الامر اللي كتسلكه را طريق مغلق والاداء ما كيبقاش من حاصر عندك انت بوحدك راك يصب العائلة كلها ومن ثم تغلقوا الابواب عن الجميع فلابد ان نصحح العقيدة دينا الناس اللي يقلبوا بانهم هزمع من واحد الحجابات باش تعطيهم القبول ماذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من علق ودعة فلا اودع الله له ومن علق تميمة فلا اتم الله له ومن اتى ساحرا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد لانسان الابغى النعيم الحقيقي رو في التوكل المطلق على الحي الذي لا يموت هل تعلمون ايونا حب الكرام سيدنا النبي يتكلم عن السبعين الف سبعين الف من امته الاخيار الابرار يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب سبعون الف من امتي لا اله الى الله اعظم الخلق بعد الصحابة المكرمين اش كنا هم هادوا قالوا يا اسوى من هم قال هم قوم لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء حتى الرقية انهم مكيدروهاش علاش لانهم يتوكلون توكلا مطلقا عن الله عز وجل يؤمنون عين اليقين وعلم اليقين بان رب عز وجل يقسم الارزاق هو القادر ان يعطي لان الله تعالى من صفته الغير يغار سبحانه وتعالى يليق بكماله وجماله لذلك عيراتنا نحن البشر المراضية وانما هي صفة من صفة الله تعالى حينما تنتهك حرماته او تمس الشرائعه او ان الانسان يترك بابه ويترك باب الاخرين لك يترك باب الله ويمشي باب الاخرين يقول الله تعالى دعك معه خلك معه يوقع واحد نوع من من الضيع فبنتي خديجة لا داعي لك نبحث وجحنا عدنا عكوسات وجحنا عدنا موانع وجحنا عدنا سحر وجحنا زهر لي ما عدناش ولا زباد ولا صعيب هو بينه بينك بنتي غير التجربة اللي قلت لي غير بالامس هذا السيد اللي مبرر بسيط قالك انت كبير عليها هذا رد الفعل دينه المباشر يؤكد بان عندكم عكوسات يؤكد بان الباب مغلق والباب لا بد أن يفتح ما تخميش بانتساء الباب يفتح كيف يفتح الباب نقرأ هذه الآية سورة الفتح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طرد من مكة المكرمة وهي أحب البلاد إلي ولما طردوه وكان غادي مهاجر كان غادي ويلتفت كل مرة يلتفت ويقول يا مكة إنك لا أحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت وبقى النبي الكريم كل مرة يشاق إلى مكة ولكن ممنوع عنده عكوسات وموانع ما يمشيش لها بقي النبي الكريم أكثر من عشرين سنة أكثر من تلتاشر سنة وهو ممنوع من مكة هي بلده وكي يطمح كل مرة كي دي طريقة من طرق ديبلوماسية أجندل الصلح الحديبية أجندل العمرة دي الكذا ولكن الأبواب مغلقة دي المكة المكرمة إلى أن أنزل الله تعالى سورة الفتحي سورة الفتحي نزلت ففتحت أبواب المكة التمانية تمانية الأبواب فتحت فدخل إليها النبي الكريم منتصرا معززا مكرمة لما نزل قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك هذه الآيات لما نزلت سورة الفتح فتح الله أبواب مكة وفتح قلوب المشركين فأسلموا وفتح الله خزائن الفرص وخزائن الروم فتدفقت على البلاد الإسلامية وجاءت الفتوحات في جميع أسقاع العالم وانتشر الإسلام بفضل سورة الفتح هذا سر من أسر الله ليه عنده الإغلاق اللي يبالي الأبواب مغلقة ما يخممش بزاف هناك الأسرار والألطاف الربانية نقرى سورة الفتح بالليل لاحظوا معي نحن في المغرب دينا رغم الظروف الصعبة كالقوا دائما الدورات الخريفية أو الربيعية في البرلمان لما يقوم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد وراء بفتتاحها باش كنت تتحققوا الحاجة بتلاوة آيات بينات للقرآن العظيم واشناء الآية لك تقرأ دائما قرآن الكريم كله عظيم لكنك تقرأ هذه الآية صورة الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا رغم الديول الخارجية ورغم الخلاق ورغم الأزمات والحمد لله المركب دي المغرب غادي مزال مستمر ولازال مستقر وسيبقى إن شاء الله دائما مستقر بإذن الله الواحد الأحد باش بالبركة دي الهات الصورة هنقول لك للا خديجة إذا قدرت انتول أخوات ديالك دي الاستفسار شكولي فيكم كتمشي عند المشعويد شكولي فيكم عندها باشي علاقات مع أشي صديقة ديالك ديال كده أو توحينا بكده وما كده نقطعها الطريق بعد ذلك نقرأ صورة الفتح ثم كما ذكرت في أن نحن على أبواب الليلة العظيمة ليلة النصف من شعبان اللي غا تكون إن شاء الله صبت بالليل هذه واحد نعمة عظيمة عظيمة ويصبح الحد انكترو في إن شاء الله من دعاء عند الوحل البرنامج جميل جدا مجرب أكثر من عشرة سنوات وأنا أجربه وما عاد الله أن نجرب جلال الله وكامل الله ولكن كتبغي تعرف السر والنطف الإلهي عداد العائلات وعداد الأوساط كيتبعوه الحمد لله ما كده السنة إلا ماركم سعودة كده السنة الحمد لله فيها الزواج للوليدة البنية النجاح ديالهم الرزق يفيض عمرك ما يكون عندك كريدي عمرك ما غا تمرد عمرك ما غا تضلم ولا غا تهزم وعمر شي حاجة ما غا تضيمك كان غير الخير غير البركة غير الفرحة والسرور ليلة نصف من شعبان على أبوابها أسأل الله الكريم بنتي خديجة الله يرفع عنكم كل مانعين أو كل عكس وأسأل الله تلا أن يفتح لكم الأبواب المغلقة وأن يرزعكم الأزواج الصالحين ويختار لكم من عنده أطيب وأنبل خلقه وأن يسعد قلب أمك ويشافيها ويعافيها اللهم عجل لهم بالفرج يا رب للا خديجة وأخواته التمانية اللهم يا رب ارفع عنهم ما بهم من عدد اللهم ارفع عنهم ما بهم من عقوسات هم وجميع بناتنا وأخواتنا يا رحمن يا رحيم وارزقهم يا ربنا رزقا حسنا واكتب لهم مكاتب الخير في هذه الأيام المعظمة وأسعد قلوبهم بفضلك وجودك وعجل بالفرج يا مولانا عجل بالفرج يا رحمن يا رحيم عجل بالفرج قولوا معنا جميعا آمين شكرا